في ظل اقتصاد متخم بالأزمات ومستقبل مالي مجهول تصر الطبقة السياسية الحاكمة في العراق على النهج نفسه في تسيير شؤون الدولة ويدعم تلك الادعاءات مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021 الذي عد من بين أسوأ مشاريع الموازنات المعلنة منذ عام 2003 تحت عنوان اللا عدالة في التوزيع تريليونا دينار فقط قيمة التخصيصات من الموازنة لإعمار وتنمية المشاريع في المحافظات كافة من مجموع الموازنة البالغ أكثر من 160 تريليون دينار وبعجز بلغ أكثر من 71 تريليون دينار أي نحو نصف مجموع الموازنة وبدين عام بلغ أكثر من 23 تريليون دينار بينما خلت الموازنة من أي مشاريع استراتيجية تخص الخدمات الأساسية أو الصحة أو التعليم مع فتح الباب واسعا أمام الاقتراضات المالية الدولية والمحلية موازنة تشغيلية بامتياز كان لهيئة ميليشيا الحشد وباقي الأجهزة الأمنية والرئاسات الثلاث حصة الأسد منها معطيات رصد من خلالها معهد التمويل الدولي ما وصفه بالصدمة التي تعرض لها الاقتصاد من جراء تراجع الحاد في أسعار النفط وتفشي جائحة كورونا ما أدى إلى انكماش في الاقتصاد بلغ أكثر من 11% خلال العام الماضي كنتيجة للفشل والفساد الحكوميين وضعف الإطار التنظيمي وبيئة الأعمال السيئة التي ما تزال تعوق تنمية القطاع الخاص وخلق فرص للعمل وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وفقا للتقرير نفسه تقرير مشابه لمعهد بروكينغز الدولي صلت الضوء على مخاطر التضخم الذي شهدته موازنة العراق المقترحة للعام الحالي لسيما بعد زيادة التخصيصات المالية للأجهزة الأمنية والعسكرية بما فيها ميليشيات الحشد حيث لم تمنع الضغوط المالية ولا الأزمة الاقتصادية الخانقة الحكومة الحالية من زيادة مخصصات ميليشيا الحشد بنسبة تخطت 45% مقارنة بموازنة عام 2019 أي بأكثر من تريليونين ونصف تريليون دينار وهو ما من شأنه زيادة القوة الاقتصادية للميليشيات المسلحة والكيانات السياسية المرتبطة بها وتعزيز نفوذها وهو بمثابة فرصة جديدة للميليشيات لتسخير تلك الأموال الإضافية لشراء أصوات الناخبين في الانتخابات المقبلة في وقت تؤكد فيه تقارير دولية بأن نحو نصف عدد سكان العراق بحاجة إلى مساعدات إغاثية عاجلة